هايز اقول حاجة بس اخير يا جماعة و انا بوجيها لجمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي هل عنده حق انه يزعل و يدايق انه مران حمدي لم يتم توقيع عقوبة عليه قولا واحدا مليون في المية من يخطئ لابد ان يعاقب و النادي الاهلي عنده لعيبة غلطت و تعاقبت هنختلف بقى و نتفق على قيمة العقوبة زي بتاعة حسين الشاحات او بتاعة قهربة قبل ما تنزل وتأجيل العقوبة والقصص دي لكن مران حمدي اخطأ لابد ان يعاقب طيب هنا السؤال اللي انا بطرحه هل مران حمدي اتحاد الكورة بعد ما لجلت الانضباط اتخذت قرارات قوية ضد مران حمدي ضد جامس ضد اعضاء مجلس دارة الاهلي اعضاء مجلس دارة البيراميز لعيبة من الاهلي لعيبة من البيراميز لماذا لم يعلن اتحاد الكورة المصري برئاسة الأستاذ جمال علام عن هذه العقوبات ولماذا النادي الاهلي يصر على اصدار عقوبة ويرى ان عدم عقوبة مران حمدي شيء سيء جدا النادي الاهلي عنده حق بس تفتكروا اتحاد الكورة خايف من جماهيرية مران حمدي طب هل اتحاد الكورة خايف من شعبية نادي بيراميز يعني خايف لو اعلن عن القرار نادي بيراميز وجمهوره العظيم هيعمل مشكلة؟ طب ايه اللي يخلي اتحاد الكورة ما يعلنش عن العقوبة؟ يقال ان عقوبة مران حمدي ست شهور من قبل لجنة الانضباط ويحق ان هو يستقنف عليها في لجنة التظلمات طب هنا السؤال تفتكروا ليه لم يعلن الاستاذ جمال علام واتحاد الكورة المصري والمدير التنفيذي وليد العطار عن هذه العقوبات هل خوفا من مران حمدي؟ خوفا من بيراميز؟ ولا خوفا من اعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي اللي في نفس ذات العقوبة؟ ولا خوفا من جمهور الزمالك بسبب جومز لان الحكم كتب في تقريره رغم ان هو معاقبوش اثناء اللقاء؟ ولا خوفا من اعضاء مجلس ادارة النادي بيراميز هيخافوا من مين؟ تفيركوا اتحاد الكورة هيخافوا من مين يعلن ده؟ وايه يعني مصلحة اتحاد الكورة في عدم الاعلان عن العقوبة؟